حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن اخت لحذيفة قالت خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا معشر النساء لا تحلينا ذهبا اما لا كنا في الفضة ما تحلينا به ما من كنا امرأة تحل ذهبا تظهره الا عذبت به حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين عن ابي عبيدة ابن حذيفة عن عمته فاطمة انها قالت اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوده في نساء فاذا سقاء معلق نحوه يقطر ماءه عليه من شدة ما يجيد من حر الحمى قلنا يا رسول الله لو دعوتا لها فاشفاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشد الناس بلاءا الانبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اغلق نحوه اغلق نحوه